السلام عليكم ورحمة الله الجزء الثاني من مادة البروتين نبدأين هذا الجزء راح يكون أسهل وأوضح لأن ما بي تقسيمات وتصنيفات وتعال أنطي مثاله هيتشي بس يعني بفراغات شوية حلوة وبي السلايدات حذف من قبل الدكتورة تمام وصلنا الموضوع السادس بالنسبة للبروتين اللي هو الدينايتراشن اوف بروتين المفروض ما يسمى الدينايتراشن اوف بروتين اللي هو البروتين نفسي يسون عني تعديلات ويحزفون ويضيفون ومدرشونه في المفروض يسمى مشتقات البروتين حتى بالوتيوب من تشرح ما يسمى الدينايتراشن وانما يسمى مشتقات البروتين راح أرسم رسمه وحاول الأفضحكم هو مثلا البروتين هيتي او عنده بروتين هذا الداري نسوي الدينايتراشن اش راح يصير راح يصير هيتي اذا لاحظتوا شيء فانه هو جاي يشيل التعقيدات وجاي يحولها طيات يعني تصير وابحل بالضبط هو هذا الدينايتراشن الدينايتراشن تعريف الوسيم يقول انه هي ازالت الشكل الثلاثي الأبعاد وتزيل شكل الثلاثي نتيجة انك ازلت هذا الشكل المعقد حتخسر ايضا الوظيفة لكن الامايد اللي هي نعرفها ما لسي دبل او وياها الان اتش هذي ما راح تتأثر لانحنا قلنا هاي تعتبر من الواصل القوية دينايتراشن ازالت الشكل الثلاثي الأبعاد تخسر الوظيفة بس الامايد راح تبقى نفسها تمام يقول لك تعتبر هاي العملية غير رجعية ليش مستشوف هذا الرسم هي يقول لك من تبدي تبدي بعملية الطي تبدي تسويه شيء اثناء التصطيف مالاتها هي تبدي تطوي ما تنتظر الحد ما يكمل كله يا الله تبدي تطوي نتيجة لهذا الشيء هاي الطيات بعد ماضيها راجعة خايب العراقي هسا خلنا قلنا المزل يقول لك لانه هي تبدي بمرحلة الطي اثناء ما يبدو التصنيف ما تنتظر الحد ما يكمل بالكامل يالله تبدي تطوي تمام فبهذه حالة ما تقدر ترجعها احنا ذا عدنا شيء ورد نكسرها او نغيرها شنو الاشياء اللي نضيفها مبدأيا اول شيء راح يجب بالنا انو احنا راح نضيف لها فتحرارة او نضيف لها سولفنت سولفنت بالعادة مثل وذا المادة كلش قوية فنضيف لها المعادن الثقيلة او مرة نضيف حوام وضو قواعد اللي نهيعتها شحنات فتقدر تغير على شحنات الاشياء الثانية او الاجينيشن اللي هو التحريك ذهابا وايابا سريعا تمام هاي الاشياء نضيفها نحول البروتين الى دي دي نيتريشن تمام اول واحد راح ناخذه هو الحرارة ستة البيت الحرارة يقل لك انو القدرة مالتها انو هي تكسر الهيدروجين بوينت بس تنكسر الهيدروجين بوينت بعد انت تقدر تطوب راحتك لان هي اللي تربط بين كل ثلاثة او اربعة تربطها نسوية فهي من تكسر هاي انت تقدر تتحرك الطيات ماتك مو بس هذا الشي الحرارة ايضا تكسر الجزيئات الكارهة للماء الهايدروفوبك موجودة بالداخل ايضا راح تكسرها فهي تأثر على شغلتين اول شي الهايدروجين بوينت والثاني الهايدروفوبك راح نحفظ انو هيش تكسر لان هو هذا الشي المهم وفد مثال عليها تمام يقل لك كل البروتينات قليلة من البروتينات تبقى فعالة بدرجة 50 البقية لا كلها تصير لك غير شي ما تبقى بروتيين يقل لك انو انت ليش تطبخ تطبخ الاكل على موض تعرض البروتين مالتك للحرارة وسوي لدي نايتريشن اضيف يعني تزيل الطبيعة المعقدة مالتك وسويه قابل لطي باعتبار زين سؤال اذا انت سويت حرارة غير راح تروح القيمة الغذائية يقول لك لا انو القيمة الغذائية بالبروتين ما راح تتأثر الشي الوحيد اللي راح يصير بها انو هي تجعلها قابلة للهضم بشكل اسرع يعني تنهضم اسرع يعني هو شي معقد وشي بسيط اكيد البسيط ينهضم اسرع شي ثاني قلك الحرارة احنا وين نستعملها درجات الحرارة العالية نستخدمها لتطهير الادوات الجراحية اللي نستعملها ليش لنحن راح نزيل من يمها البروتين ومن تنزال الوظيفة الفعالة ماتة بالتالي راح يصير مو مضار بالنسبة للجسم تمام هاي اول واحد الحرارة اهم مسألة بها انو هي تزيل هيدروجين باينت والهايدروفوبك هذان اللي تكسرهن ثاني واحد الاسيت بايس مثل ما تعرفون الاسيت بايس مني تواجدا يسوننا ملح مصحي فهنش يسون لك همين يكسران الهايدروجين باينت اول شغلة بس البولارجروب وبنفس الوقت يعطلون الهيدروجين باينت ليش القز الايونك احنا نعرف هذان مشحونات هاي مثلا بشحنة موجبة وهاي بشحنة سالبة فابو الشحنات يأثر على الابو الشحنات فيأثر ايضا على الايونك باونت مسألتين يأثر على الهيدروجين باينت والمسألة الثانية على الايونك لان هو مشحون نقل لك هي هاي الطريقة انه يأثر على الشحنات نستعملها باللبن وبالجبن نخلي بكتريا هاي البكتريا عادها القدرة تنطينا لاكتك أسد هذا اللاكتك أسد إنه هو يحطم طبيعة البروتين وبالتالي ينطينا الإسكانة اللي هي هاي الموجودة معدد الأطفال وهاي المعلومة أم التانك أسد أخذناها بالعقاقة يرقلنا إنه قبل كانوا يجيبوني الشاي البث المالطي باعتباري يخلونا على الإيد مع الشخص اللي ينجراح ليش لأن التانك أسد هي مادة عدتها القدرة إنه يسوي ترسيب للبروتين أو إنها ثخن تخثن مدرى الثخن للبروتين اللي هو وتسوي لنا طبقة حامية تمنع خسارة إضافية من السوائل تمام؟ المثال عليها الأسد بيس هو التانك أسد النوع الثالث اللي رح نستعمله الأورغانيك سولفينت أو الأورغانيك كنباونت مثليش؟ أثيل مثيل إيثانول هذني أو آيزوبروبيل الكحول هي الكحول ميزتها المجموعة الفعالة مالتها القروب هايا مصحيح الأو أتش يقول لك هاي الأو أتش تروح على الهيدروجين باونت اللي هي هايا وترتبط وياها فبالتالي شا سوي رح تشكل إنه هيدروجين باونت خاصة بيها بينها وبين البروتين فبالتالي تعطلت المجموعة الفعالة مال البروتين أو لنقل الهايدروجين باينت ومال الهايدروفوبيك انتراكشن الأورغانيك مثل الكحول مجموعة الفعالة أو أتش الأو أتش يتفاعل ويا الهيدروجين باينت مال البروتين وتحطمت وبعد يحط منا الهيدروجين فوبيك انتراكشن تمام؟ يعني صار حالة حال الهيت هميني يكسر الهيدروجين باينت والهايدروفوبيك يقول لك عادة إحنا نمسح بالكحول الجروح يعني ننظفها ليش أو منه ناخذ حقنا الجلد أيضاً نمسحها نسوي الاسواب قبل ناخذ الأبرة ليش؟ لاني يقول لك هو المنى رح يصير على الخلية رح يرسب البروتين الموجود داخل البكتيريا فبالتالي ما رح تأذيك يعني شان نقول طهارة المكان من البكتيريا نتيجة انك فا دمرت البروتين مالتها تمام؟ ثالث نوع اللي هو الهيفيميتيل ذكرنا سابقاً ذكرنا سابقاً صارت دكتورة انه احنا اقوال الاواصر عدنا هي هاي هاي مو بسهولة تتكسر يعني بحالة انك تضيف لها حرارة أو تضيف لها مدرشنو لكن الشي اللي يكسرها انك تنطيها هاي في الماثل تنطيها مادة ثقيلة مثل الـ AG والـ BB والـ HG هذا النشي يسوى يكسر الايونيك بونت مالتها أو يكسر الدايسلفر أو يتفاعلاً وياها فبالتالي رح تنكسر الاسرة وانت قدار تتزيل القدرات البروتين بعد راح تمام الاشياء مثل الـ الدايسلفر ما تقدر تأثر عليها بالحرارة أو الـ أو يتشي فانك تضيف لها مواد ثقيلة المواد الثقيلة تتفاعل مباشرة وي الـ فبالتالي تكسر الاسرة مالتها نضرب لك مثال يقل لك أكو سليوشن اسمه ناخذ مخفف 1% اللي هو ونخليه بعين الطفل حديثي الولادة هذا رح يحطم كل البكتيريا اللي تسبب لك هذا المرض اللي هو جونيريا تمام هذا المثال على الـ بالمناسبة هنا الثقال منه الـ والرصاص الـ والذهب والزئبق هذا اللي اللي يسمون الميكيلارويت مالة عالية فهيعتبر معادن ثقيلة تمام ها الـ الـ مثل ما قلنا الـ انه هي الحركة ذهبا وإيابا بشكل سريع مثال عليها انه هي خفق الكريمة او انه هاي مثل سلق البيض هي نوع من هاي الـ شن الميكانيكية مالتها يقل لك انه هاي الحركة الخفق السريعة ذهبا وإيابا شا سوي تمتد بالبول ببتايد شين يعني باعتوار من قد ما تتحرك انه هي توصل للبول ببتايد شين مالتها الحد ما تكسر الأواصر اللي تخليها مستقرة يعني كل الأواصر اللي يبالك هيدروجين السلفر هيدروفوبك هيدروفيلك هذا انه كل هن تكسرها وتشيل الاستقرار مالتها فبالتالي تحطمها أو تدمرها تمام هيدروفوك هيدروفوك عميق بها رح ياخذ الفايبروس تذكرون الفايبروس قلنا انه هي يعني شون هاي بالله عصى طويلة ومذوب بالمي ووظيفتها حماية مصحيح ورح ياخذ الثانية اللي هي غلوبيلر هاي الصغير دائرية ورح ياخذ على كل واحدة مثالين ثلاثة مو سهلات اقصد مو صعبات كلمة تلحق تسبق بس يعني بها فراغات ولازم نقدر نفصل بيناتهم رح ناخذ الفايبروس اول واحد الالفا كرياتين من اسمه الفا يعني شنو متكون من الفا هليكس تمام يعني الستركتر مالتا هو الفا هليكس وين موجود كرياتين كل احنا نستعمل كرياتين الشعر نهل الشعر وموجود بالريش بالنسبة للحيوانات وبالأظافر موجود الكلايف والحوافر يعني موجود بكل الثديات باعتبار متكون من طبقات كثيرة من البروتين مثال عليها الشعر هسا رح ناخذ التصنيف مالته يقلك الكرياتين هو كميات شبيرة من البيبتايد قلنا الفا بيبتايد بس يا نوع اللي تميل من جهة اليمنى هي مو قلنا واحدة تلتف باعتبار هي تشي واحدة هي تشي هي هاية تبدي من جهة اليمنى الا وفان مالته فهي من جماعة رايد هند الفا هليكس تمام وكلوتينغ يعني انه هي باعتبار شون شي فوق شي بيها ثلاثة ثنيا من يمهن ايمن ووحدة ايسر تمام الالفا ثنيا يمنى ووحدة ايسر ش راح يشكل لنا سوبر هليكس اثنيا سوبر هليكس ثنائي من السوبر هليكس راح يكون لك شي جديد اسمه برو بروتو فيلمنت تمام القطر مالته ثلاثة البروتو فيلمنت يصير منه اثنيا ينطيك شي اسمه بروتو فايبرين خلنكمل هن هنا بنرجع البروتو فيلمنت ثمانية من يمه او نقدر نقول اربعة البروتو فيبرين ينطينا انتر مديد فيلمنت القطر مالتها عشرة هسه بالرسم توضح قد يطلع الرسم هذا نعيد الشرح اش قال قال انه اكو ثلاثة اثنيا الفة يمنة ووحدة الفة يسرة مو صحيح هذان من الثلاثة سوية نسميه سوبر هليكس اثنيا او ثنائي من السوبر هليكس راح ينطينا شي اسمه بروتو فيلمنت مثل هاي مثل هاي هاي نسميها بروتو فيلمنت بروتو فيلمنت من يصيرا اثنيا يضاعفا يصير هاي المربعية بالكامل هاي كلها يصير اسمه بروتو فيبرين هاذ هل خلنا غير اللون هاذ كله يصير اسمه انتر فيلمنت انتر مديتر فيلمنت سهلات ما بينشي عالرسم ندكر هانا ان شاء الله حيل ما قلنا شي بس قلنا انه سوبر هليكس اثنين سوبر هليكس يسمى لك بروتو فيلمنت بروتو فيلمنت اثنين من يمه بروتو فيبرين اربعة من البروتو فيبرين ينطيك انترمديت تمام كمال لك شرح يقل لك انه هاي الصبغة موجودة بالخلايا الميتة غلسوا ما بها شي مهم يقل لك الكرياتين احنا رجلنا بميزة هي من الفايبروس الفايبروس بميزة انه هو ما يذوب بالمي شنو السبب اللي يخليه ما يذوب بالمي يقل لك هذا السبب لانه هو عنده السستين السستين هو عنده هاي السلفر الاس اش تمام هذني يرتبطن واحدة بالثاني عن طريق الداي السلفر والداي السلفر تعتبر قوية كلش وما تنطروحها للمي فبالتالي ما الذوب بالمي تمام يقل لك هاي خاصية الداي السلفر الموجودة بالكرياتين هي هاي الخاصية اللي احنا نستغلها يعني بسالفة الشعر المجعد شلون يقل لك انت منتعرضها للحرارة يعني لعدة مرات رح تحطم الداي السلفر تمام يعني هاي قدت مرات تحطم الداي السلفر والهيدروجين فبالتالي الشعر ينسحب يصير بأتبار سرح ومتسلسل بدون تجعيد لان هذا التجعيد بسبب الاس اس انت منشيل هاي الاس اس بوند هو رح يصير يشتغل عدل تمام يقل لك يعني تنطيك الشكل المطوب هاي الداي السلفر انه سم تايم بس الوقت شويونه وراها رح يرجع الشعر يتجعيد يابا لياش لان هاي الداي السلفر باوند رح ترجع تتفاعل ويل هوا الموجود بالجو وترجع تتكون عن طريق الـ Oxidation ترجع الداي السلفر لان هي تتفاعل ويل الـ Oxygen من الجو ويرجع معقد الشعر تمام الكرياتين ميذوب بالماء يابا لياش لانبي داي السلفر باوند داي السلفر باوند هاي الخاصية نستعملها بسالفة الشعر المجاعد لياش لان ذات عرضت الحرارة رح تحطم الداي السلفر باوند والهيدروجين لكن هاي السلفر البعض من الوقت نقدر ترجع نتيجة انه الداي السلفر تتأكسد بالجو ويرجع الشعر مجاعد تمام هاي اخر وحدة يقل لك هاي البروتوفايبرين نصير 13 وحدة رح يصير مايكرو تيوبلر هاي الهي جيد جبيرة تمام سهل سهل ما بيشي هذا الرسم مانا ثانية قبل شويش اخذنا اخذنا الفة كرياتين هسا بيتا من اسمه بيتا يعني ش بي يعني اكثر شي بي هو بيتا شيت هاي البي اصير اكثر بي فالهذا سبب نسمي بي كرياتين يقول لك هذا اكثر شي موعدنا وانما عند الطيور والزواحف لان هي موجود اكثر شي بالريش تمام البيتا كرياتين حتى ما شوف نكاتبون عليها شوي وانا لان ما تفيد الانسان وانما هي للحيوانات الطيور لان بيها ريش تمام ثالث نوع رح ناخذه هذا الكولاجين المنتابع تابع للفايبروس تمام مبدئيا شنه اكثر شي ياخذ من وزن الانسان احنا نعرف العظام العظام احدى مكوناتها هو الكولاجين لذلك الكولاجين هو اكثر نوع من الفايبر فايبروس بروتين هو اكثر نوع متوفر تمام ياخذ تقريبا 25% من الوزن الكل للبروتين ما للانسان تمام كمال لك الجملة اللي احنا نعرف انه الكولاجين يابعا موجود بالسكن وبالبانو بالتيث بالكل كنت تفتشه بكل شي لان هو اكثر واحد وفرا فاشي اكيد موجودة هواية ليش مثل يش موجود انه بالاربطة او بالاوتار الموجودة بين العظام تمام هس رح ناخذ الستركتر الكولاجين يتكون من تربو كولاجين تمام تربو كولاجين هي تربو يعني ثلاثية يعني هي جزئة ثلاثية عكس هذيك وحدة يمنى من ضمن ثلاثة يسرات تمام اذيك اتشانا لا اثنين يسروا ووحدة يمنى هاي لا وحدة يمنى وثلاثة يسرى يعني الثنين اللي يسرى الباقيات تمام الميزة مالتا يقول لك انه الدوران هذا مالتا الالتفاف انه هو ثلاثة بوينت ثلاثة كل ثلاثة بوينت ثلاثة امين واسد يصر له يعني التفافة وينزل باعتبار سرع اللي يجوا تمام يعني كل ثلاثة بوينت ثلاثة من اصل الف يلتف هو هذا الكولاجين احنا نعرف اللي يمتد باعتبار الالفة او البيتا هو اللي يربط بينات هو الهيدروجين بوينت حافظينها من التصميف مع المرحل تمام يقول لك الستركشور مالتا البرايمر الاول يمنين جاي جاي كلاجين X Y ال-X دائمن poroline تمام poroline وال-Y مره poroline ومره hydroxy poroline هاد ال-primary جاي من GLY 9X 9Y ال-X دائمن poroline ال-Y مره poroline ومره hydroxy poroline تمام هاد دانا قاسب الجسم يسبب لك بالن مراض سهلا هاي الورقة إن شاء الله ما بيها إنه أشهر شي الكولاجين متوفر هواية موجود بالعظام بالسكن وكل شي يجب بالك موجودة وحدة يمنى موجودة وحدة يمنى وثلاثة أو البقيات يسر ثلاثة ويصر الدوران مالته hydroxy هي اللي تربط به وهذا الشكل الاولي البرايمر إلي ها يقلك أثنى ما سوينا لفحص اكتشف أنه ثلاثي وكل قريب من السنتر مالته ليش هذا الجواب لأن هو يستعمل الجلسين الجلسين هذا ستراكتر مالته الشي ثاني أنه الهيدروكسي بورلين هذا يساعد على الاستقرار مالته ل ل بحالة صار عندك النتيجة أنه متكون الهيدروكسي بوينت يقول لك إذا نقص هذا بالجسم اللي هو الهيدروكسي لا لا باوعجة يقول أنه هذا نسوي له تعديلات اللي هي نضيف له هيدروكسيليشن يعني نضيف له أو أتش على الشكل مالته رح ينطينا شيء كلش مهم اللي هو فيتامين سي اللي هو أسكوربك أسد الشخص اللي عنده نقص فيتامين سي يعني عنده نقص بإنتاج الهيدروكسي بورلين بروديكشن تمام نقص هذا الشي احنا مو قلنا هو هذا من نقصة هذا اعتبار ما تكون عندك كلاجين أولي وبالتالي صار عندك مرض اسمه سكارف ما درش اسمه سكارف تمام وصعب هذا أخذنا بمحاضرة الأمينو قلنا انه لايسين وظفنا له هيدروكسي يعني هو أمينو معدل الوظيفة مالتال انه يسبب يعني مواقع على مودي التصدير بها سكريات تمام المسؤول عن صلابة الكولاجين هو الأواصر مالتال متربطة ناصب ناص المتمثلة بيمن اللي هي الاس اس بونت يقل لك هذه التفاعلات ظل طول العمر تمام بالنسبة للجلد بالعظم والجلد والأوتار لكن يصير ليس يعني تخسر الإلاستيك مالتها المرونة مالتها وهي الاجنين وهي التقدم بالعمر شكله ثلاثي لكن لاحظنا انه كلش متقرب من ناحية السنتر مالتا ليش ننتكون من الجلسين اللي ما بي باعتبار فراغ المسؤول عن الاستقرار مالته الهيدروكسي بورولين ليش لانه تكون من هيدروجين بويند اذا صار عندك نقص في فيتامين سي يعني عندك نقص بالهيدروكسي بورولين بروديكشن ينطيك هذا المرض هيدروكسي لايسين هو امين ومعدل الوظيفة مالتو انه يسبب لك مواقع للثباط البوليسوكرايد هاي العملية تستمر طول العمر لكنها تفقد المرونة ما تقدم لانه نصر تقدم بالعمر بش اخو خير تمام هذا الشكل الاماين واسد هذا البرائماري مثل ما قلنا انه هاي بورولين هاي مرة بورولين مرة هيدروكسي بورولين النقص بها سبب انه نقص فيتامين سي بالتالي يصير بيك مرض مني يصيرا ثلاثة هي تشيلو فانسوية هذي يصير سكنداري مني يصير المعقدات هاي الثلاثة ثلاثة في حول نفسها رح يصير ثلاثة تمام من الكولاجين يعني ما موجود مننا رابعي بس سكنداري برايماري وترشري كملنا الفايبروس وخذنا عليه ثلاثة نوع هس رح نكمل اللي هو من هو اللي يصير تقريبا على شكل دائري اول واحد رح ناخده احنا رح ناخد اثنين المايوغلوبيلين والهيموغلوبيلين المايوغلوبيلين هذا يعني احنا معروف انه الهيموغلوبيلين هو اللي ينقل الدم ينقل الاوكسجين بالدم وصحيح يجيب ويودي لكن الخلية نفسها هي تريد اوكسجين من هو المسؤول عن انه الخلية نفسها تبقي لها اوكسجين هي المايوغلوبيلين تمام المايوغلوبيلين يعني عرفنا عليها انه هي دائريا بروتين دائري الوظيفة مالتها ستورس اوكسجين تخزن الاوكسجين بالخلية وتطلقه لما يصير عندك ديفورشن لما يصير عندك حرمان بالاوكسجين شو كد لمن هذولي مثلا انك تقوم بالرياضة لساعات فان في هاي الحالة جسمك يريد اكثر يعني اكسايرز يعني عندك تمارين رياضية فانت تحتاج اوكسجين اكثر من الشخص اللي ما جاي يسوي تمارين تمام يطلق للخلية مالتك عن طريق المايتو كندرية راح تمطيك اي تي بي انتطق طاقة تقدر تكمل الشغل مالتك تمام الماي غلوبيلين يخزننا الاوكسجين من جسمك يحتاجه منيصر عنده نقص بالاوكسجين اثناء القيامة بامور زيادة عن اللزوم راح يبدي يوديها لمايتو كندرية وراح تحوله الى اي تي بي تمام قلنا عليه انه هاي مهمة ولا هاي مهمة هذي انه هو كومباكتد يعني انه المضغوط الشكل دائريا اتفقنا على هاي المسألة يقلك انه هو خمسة وسبعين بالمية موجود على شكل ثمانية يمنى هند هلكس يعني انه التواجد مالته ثمانية او يمنى الالتفاف مالته تمام من اصل الهيليكس هذا المهمة هنا الوظيفة مالته انه يعتبر خازن للاوكسجين لما جسمك يصر بي نقص يروح للميتو كندرية يؤمرها عن طريق التنفس الهوائي الموجود بالجسم يحولها اي تي بي هذا من هو المايو غلوبيلين اذكروا انه هو يوفر اوكسجين للخلية نفسها مو للجسم للخلية هذا الستراكتشر مالته يقلك هو يبدي باماينو طرفية لذلك نسميه اي اتش هلكس احنا هاي القاعدة كله احنا نعرفه انه دائما الخارج هو محب للماء والداخل هو كاره للماء فهنا انا اش يقلك يقلك كل السيرفس مال المايو غلوبيلين هو بولر يعني محب للماء باستثناء ذن الثنين يهن ال اي سبعة وال اف الثمانية السبعة والثمانية يعني هنه ذن كارهات للماء يابا ليش يقلك مهنه يقتربن كلش من الهيمو تمام يعني يقتربن من الايرون الحديد فبهاي الحالة صير جدها وظيفتهن نقل بروتين نقل الاكسجين تمام في حين ال انتر اررر الداخلية تعتبر نان بولر مثليش احنا هنه المفروض حافظينهن انه لايسين وفينين والفينيلين والليكو يعني كل هذن اللي موجودات بهذا الجدول الموجود بأول ورقة بالاماينو اسد تمام احنا متعلمين عالشي دائما الجزء الخارجي يكون محب للماء انا ودي تناسبهي الجسم والجزء الداخلي يكون كاره للماء لان هو باعتبار ما تقدر تخلي بره فتبقيه لجوه باستثناء اثنيا اللي هو الاي والاف اي سبعة واف ثمانية ينذني قريبات كلش من التصنيع الايرون او قريبات من الايرون فبهاي الحالة صير وظيفة هنجين هنقل البروتين تمام كملنا من هو الغلوبيلين وقلنا ان المايوغلوبيلين موجود بالخلية نفسها يخزلك الاكسجين الهيموغلوبين الهيموغلوبين ذكر بالبداية فاد معلومة عليش قال قال انه موجود مثلا الفاثنيان فيتاثنيان مثلا هي شي فهو شنوى تيترامترك يعني موجود على شكل اربع تقسيمات تمام الوظيفة مالت انه هو ينقل الاكسجين من الخلية او النسيج ويرجع حامل وياء CO2 يوديه للرأة تمام احنا نعرف وظيفة انه يطلع يدخل للخلية CO2 ويطلع من يمها يدخل او تو ويطلع CO2 تمام يقول لك انه ما بيشي هاي جبنا من الغريق الاغريق جبنا لهاي التسميات التفريق بين الوحدات مالتة هاي الوحدات مالتة انه هي الفا بيتا الفا قاما ونوب هاي من كلمة سكيلة وهاي من كلمة المونر اللي الفا بيتا هذا للبالغين هيموغلوبين يعني هذا كل رزيان اسمه اي الواي لما يصير للجنين فيتال اكيد هيموغلوبين الزغير يختلف عن هيموغلوبين التشبير هذا من يصير عندك مرض ويصير منجلية هاي الاسكيلة وهذا من يصير للبالغين بس عدهم قصور يصير اسمه مونر هيموغلوبين تمام يقول لك انه بيتا وواي والاس هاي بالانسان يعني هذا اللي بيهن باعتبار خلل مو هاي الزيانة انه يعني يحفظون هن لازم شدة لان اكيد سبب الاكتر انه مراض تمام هاس الهيموغلوبين اهم سالفة بي انه هو شنو وظيفتي ينقل لنا الاوكسجين من التشو ويرجع سي او تول للرأياتين تمام وبيه اربع انواع الفا بيتا وقاما وسكيلة ومانر انا ناسي لك سؤال يقول ليش المايوغلوبين عنده القدرة ما عنده القدرة انه هو ينقل اوكسجين بس عنده القدرة انه هو يخزن الاوكسجين جواب مالتا نقطين بس احنا رح ناخذ بس الاولى هاي الاولى انه هو شنو الميزة مالتا انه هو هايبر بولكي انه هو يقطع يعني الميزة مالتا انه هو يقطع الفكرة مالتا شنو مثلا تبطي 100 مثلا اوكسجين تريد تنقلها هو شي يسوي يوصل 30 بس وال70 ياخذهن اليه فهذا ما يفيدنا على مود ينقل الاوكسجين لان جاي ياخذ 3 ترباع اليه ويوصل الربع واحد تمام وظيفة انه هو يقطع شوف شي يقلك يقلك انه هو ماذا يعني انه هو تحمل الاوكسجين بسهولة على شكل PO2 احنا نعرف انه اكثر جزء افعالة بالجسم هي الفسفور فالفيسفور من انت توجد ويشي تحركه باعتبار لكن بالمقابل هي تستهلك ATP هواية تمام يعني هي تنقلها على شكل PO2 وتوديه للرأة شوف شقد تنقل تقريبا تنقل 100 لكن لما انتطلقت سوي الافراز كميات صغيرة وعليها شكل تطلق على شكل PO2 للتشو يعني تقريبا اخذت 30 وصلت بس 30 انت مطيهمية وهي وصلت بس 30 فهذا الشي يعتبر غير فعال بالنسبة اذا انت تريد ينقل اوكسجين تمام المايوغلوبيلين يخزن الوظيفة مالتا انه هو يخزن ان الاوكسجين ما ينقله الياش لانه هو قبعي من ناحية النقل مالتا تطيمية يوصلها على شكل PO2 ومن يوصلها على شكل PO2 يستهلك 70% من يمها ويوصل لك بس 30 فهذا مايفيد نحنا نريد اوكسجين كامل تمام السبب الثاني يقول لك انه مثلا لما خلاص انت عفت التمارين مالتك كملت التدريب اش راح يصر عندك راح ترجع الخلايا وبقعتها PO2 انتكملت هذي باعتبار زايد من يمها بقى مننا على شكل خمسة من يمها راح تودي للميتوكندرية والميتوكندرية تصنعنك ATB وهاي الشوية اللي هي الخمسة وصنعت لك ATB تخلي الخلية نشطة باستمرار باعتباره تمام السبب الثاني انه اللي بقى منتكمل التمارين اللي بقى من يمك راح تحوله للATB وبالتالي تخلي الخلية نشطة باستمرار هذا اللي تجواب على السؤال ليش المايوغلوبيلين يستعمل على شكل خازن ومو على شكل ناقل ان شاء الله ما ييجي هذا الدكتورة ما ركزت عليه هاي الاشياء اني كانت بتويل الدكتورة من تحكي بالمحاضرة فيها يعني يقلك ليش الهيمغلوبيلين يشتغل على شكل ناقل انا عن نفس اكتب لها بس هاي السراوين وين هاي حل اكتب لها بس هاي انه هو الليستيرك يعني شنو الليستيرك هذا ما موجود بالمايوغلوبيلين فبالتالي ما تقدر تنقل الاكسجين تمام ليش ما يستعمل ليش يستعمل ناقل الاكسجين لانه هو الليستيرك يعني من مميزاته او الخصائص مالتا انه ذي الليستيرك الليستيرك هاي ما موجودة بالمايوغلوبيلين فما يقدر ينقل هاي الحمد لله هاي اكثر من هاي ما اقدر هاي الجدول ما ينقل والحمد لله زين هسه شن هي الاستراتيجية مالتسلسل البروتين في الجسم مبدئيا هي من 8 نقاط النقاط الثمانية تعداد يعني هاي نقطة واحد هاي نقطة اثنيين هاي نقطة ثلاثة هذن النقاط تعداد لكن اكو الشرح ما لا تنمطلوب واكو الشرح ما مطلوب تمام هسه هاي اول وحدة نكيلك اكيد انت من تريد تشتغل على البروتين اول واحدة انك تفصل البوليبتايب احنا مو قلنا هيuating او هي líder يعني انت اول شغلة سواية انك تفصل البوليبتايب شلون احنا قلنا انه الاشياء المسؤولة عن استقرار البروتين هو الاواصر البي اكو اواصر تساهمية وكو اواصر غيرة تساهمية انت من تكسر هاي الاواصر اللي تربط مثلا هذا الخياط ويهذا الخياط بهاي الحالة كسارة البوليبتايب فيقل لك المسؤول عن الاستقرار مالته هو الننكم بلد فورس اللي بعتبر تكسرها الحرارة فانت من تطيها اشياء تعرضها فبالتالي تؤدي الى انكسار هيا بمثليش انك تغير البي اتش او تطيه ثمانية او تطيه ستة من ال اج سي ال اللي موجودة بالمعدة او زي تركيز الملح اللي هو عن طريقة الادوية مثلا تمام هاي الامور تؤدي الى فصل البول ببتاج شين تفصل هاي السلسلة عن هاي السلسلة ليش لان انت سويت خلل بالاستقرارية مالتها نتيجة انك كسرت الاواصر انك ونفلنت مالتها تمام يقل لك انه اغلب العلاجات تقوم على مبدأ انه هي تحطم الاواصر البولر مثل يش البولر الهيدروجين والهايدروفوبك والهايدروفليك هذا النية عدها القدرة انه هي تحطمهن او الجزيئات البروتين من خلال انه هي ترتبط وياها بالسولفنانت فتحطمها تمام ما بيشي اهم شي نعرف انه شنية اللي تفصل هذا النه الخصائص اللي اشياء اللي نعرض هن ثاني مسألة واللي هي اهم مسألة بس شوفوا لهذا الرسم هو ما ينقر الرسم بس رح نفتهم عليه هاي مو كلش قوية بحالة انك تكسرها باعتبار انك تقدر تشق الديسيلفر مالتك تصير القضية سهلة فش تسوي هاي الاس اس اضيف لها هذا بير فورميك اسد وهذا الفراغ راح يجي راح يجي بير فورميك اسد شي سوي مثل اوكسيديشن اللي هي اوكسيديشن يعني نضيف او تو فنضيف هنا او ثري وهنا او ثري وانكسرت هاي الديسيلفر وصار لك مركب جديد اسمه سيستريك اسد محتزل او بقايا مالته تمام هذا الفراغ مهم انه اكو عملية اوكسيديشن للسيلفر للديسيلفر عن طريق بير فورميك اسد راح ينطينا مركب جديد او معادلتين جديدتين اللي هي سيستريك اسد تمام لياش يقل لك لان السيستين استبدلت الاسمالتها بالاس او ثري تمام شلون نسوي كسر او انشقاق للديسيلفر باوند عن طريق انه احنا ناكسيتها باستعمال البر فورميك اسد وينطينا معادلتين جديدات تمام هاي نقطع رقم اثنين نكسر الديسيلفر الرسم ما مطلوب بس انا شرحت علي عنا ما ديوقب الذاكرة الحمد للنقطة ثاثة ما مطلوبة بس انه الاسم ما لا تنسوي اه فالتحليل معين للامينو اسد و مكوناته Analyses of Amino Acid Composition راح ناخذ الالكترا فورسز قرأت انا ما كاتبت بس قرأت انه يقولون انه البرانسيبل مهم عدهاي الدكتورة طبعا كلش سهل وما اخذينا بالعملي انه الالكترا فورسز هي شنية هي من كلمة الكترو يعني السالفة بها محيط الكترون الكترو اللي هو اي الكتروني مو الكتروني اجهزة وانم الكتروني بالكترونات اللي هي الاية السالبة هي هجرة الجزيئات المشحونة في وسط الكترك حسب زيادة بالبي اتش او نقصان اللي نسميها الايزو الكترك بوينت تمام هي هجرة الجزيئات المشحونة في الكترك فولد زايد البي اتش او نقص البي اتش مالتا حسب الايزال الكترك بوينت يقلك مبدئيا البروتين اللي هو هاي البروتين مبدئيا شحنته صافي تمام يعني صاف الشحنة مالتا يا اما صافي يعني ما عليها شحنة يا اما موجب يا اما سالب سالفة نص موجب ونص سالب لا عينها هاي مو بالبروتين تمام انه صاف الشحنة مالتا يا اما موجب يا اما سالب بهاي الحالة انت تقدر تسوي هجرات تحت بعض الظروف خلنا نرسم عندك فد آيزو إلكترك اللي هي pH الـ pH اذا زادت صارت عالية اذا صارت عالية يعني شنوة حمضية لقاعدية pH عالية يعني قاعدي القاعدي الشحنة مالتها شنوة سالبة نتيجة ان الشحنة سالبة راح يتجه للاتجاه الموجب وعلى العكس إذا كانت الـ pH ناصية يعني شنو يعني حمض أسدك الأسدك الشحنة مالتها موجبة الموجبة انه هو يتجه نحو الاتجاه السالبة اللي هو الكاثود وهذا يتجه نحو الأنود تمام اذا احنا عرفنا صاف الشحنة يا موجبة يا سالبة يا متعادلة تحت ظروف نقدر نغير يقل لك إذا الـ pH ألكالاين يعني شنوة يعني عالية باعتبار الأيزو اللي كترك مالتها راح تصير صاف الشحنة شنية سالبة لياش لين تعتبر انه هي بيس فبالتالي الهجرة للألكترونات راح تروح للآنود لياش لين الآنود شحنته سالبة لما نيمر عليها التيار نعيد انت عندك pH صارت عالية يعني انت راح ريشتغل على شكل بيس البيس منه اللي شحنته سالبة السالبة نتيجة انه هو ببكان مشحون بشحنات كهربائية راح يروح لنحو الآنود الآنود اللي هو شحنته موجبة تمام هاي نحال لك القضية سهل كلش سهل هاي واقع ما تنقر الحمد لله ها كاتب لك فض معلومة تصدم قل لك لان البروتين مختلف احنا نعرف ان البروتينات مختلفة وصلنا ساعة نصنف بيهن لان هي مختلفة فبالتالي الألكترك الحركية مالتها ايضا راح تكون مختلفة حسب الفاليو حسب قيمة البي اشي اللي تتأثر بها فبيقلك مثلا شوف سبعة أربعة بوينت سبعة ألبومين سبعة بوينت ثلاثة غلوبيلين تمام ويقلك انه اكثر شي فعال هو عند ثمانية بوينت ستة وراها لا الصر القضية مختلفة نتيجة الاختلاف البروتين راح ينطيك اختلاف بالألكترك أربعة بوينت سبعة ألبومين سبعة بوينت ثلاثة غلوبيلين ما في شي ها شنية العوامل اللي يتأثر يعني التقنيات اللي يتأثر على الألكترافورسس اللي هي هجرة أو حركة الألكترونات الشحنات في مجال مشحول احنا قبل شوية مرسمنا هذا البي اتش ومدره شنو فعلى أساس هذا نحن نصنف الأشياء كون أول شي البي اتش اللي هي البفر للسليوشن أول شغلة هاية ثاني مسألة اللي هي الوسط اللي هو بي ممكن يكون حامضي ممكن يكون قاعدي على أساس البفر على أساس رقم البفر ثالث شي شحنة الألكترون نفسه إذا هو البروتون قصدي نفسه إذا هو موجب لو صالب رح تصبح القضية مختلفة ثالث شي جاي نسولف على كلمة شحنات فأكيد السالفة عدها الأيونكستريث الأيونكستريث يتأثر أنه على البفر ماته أنه رابع شي حجم وشكل البروتين مقبل شوية يقلنا أنه هي مختلفة البروتينات وعلى أساسها تختلف الألكترك فأكيد حجم وشكل البروتينات يختلف كل ما سمعون كلمة مؤثرات رأسني كده درجة الحرارة فشي كل عزلة الضام كل عزلة تلقاح درجة الحرارة موجودة شن هي الأمور اللي تأثر على الألكترافورس البي اتش لأنه نحن على أساس البي اتش رح نصنف والوسط اللي موجود به هذا البي اتش وشحنة البروتون نفسه والقوة الألكترونية اللي يتأثر عليه وحجم وشكل البروتون ودرجة الحرارة تمام؟ هاي الأشياء تأثر بالألكترافورس فرح هاي هنا سهل كل جسي سهل يقل لك بحالة أنه ماكو حركة يعني شنو؟ يعني الألكترون مالتك متعادل قصد البروتون متعادل بروتون is neutral لأنه لو عنده شحنة رح يتجه يا موجب يا صالب بس بما أنه ما صارت حركة يعني أنه هو شحنة متعادلة هذا البروتون شنسمي؟ نسمي colloid تمام؟ يقل لك أشهر شي بالألكترافورس هو 8.6 تحت هاي الحال 8 0.6 يعني هو negative تمام؟ أكيد لأنه 8.6 فهو base فالباس شحنته سالبه ولأن هو شحنته سالبه تجه للأنود اللي شحنته موجبه تمام؟ يقل لك إنه الألكترافورسيس إحنا نقدر نفذها بالسيستم معين خلال solution أنا مود نسبح بحركة ندعم حركة فصل الأيونات شن هي هاي الأشياء؟ ورقة نشاء كار سليلوز هاي الأمور إنه إحنا نسمنيها زون اللي هي منطقة الألكترافورسيس هاي باعوا أنا أذكر الأشياء اللي كانت بلون غامقة كلها إجت قدامي بالمد فهس الأشياء الموجودة بأسود غامق لطفة نركزوا عليها دكتوراتنا يمكن تحب هاي الأشياء تمام؟ هس عرفنا إن الأكو ننفذ هاي عمليات الألكترافورسيس إفد مكان معين بسليوشن معين يدعم عملية فصل الأيونات تمام؟ شنو أنواع الألكترافورسيس اللي هي هاي عمليات الهجرة؟ أبد مو شوية ثمان نقاط نص هن إحنا حافظين هن ها لا رح أسوي لكم فالجملة صناعتها تبقى بالذاكرة تخلينا إحنا ما ننسيش هنو أنواع الألكترافورسيس تمام؟ عدنا ورقة خلينا بيها نشئ خليناها بهذا الجدر الضغط شنسميه الكابسيتي فهاي الكابلاري تمام؟ انتج إنه مادة تسمها P-A-G-E P-A-G-E غارت من يمها غارت من يمها؟ لا الأقار غارت من P-A-G-E أعيد أعيد غلطت لحظة عدنا سيليلوز عدنا لا ورقة خلينا بيها نشئ خليناها بهذا المادة الجدر الضغط اللي هو الكابلاري انتجنا مادة اسمها السيليلوز تمام؟ السيليلوز اسيتيت غارت من يمها مادة غارت غارت من مادة من P-A-G-E تمام؟ هاي لأن هي غارت من يمها سوت فوكس يعني تركيز سوت فوكس يعني تركيز على حياتها لأن ركزت على حياتها باعتبار حسدتها وخرب الجهاز المناعي أنا هاي الطريقة الوحيدة اللي قدرت أثبت بها أنواع الاليكترو فورس تمام؟ بايبر هاي لا نرجع للمادة بايبر وسيليلوز اسيتيت ستارج جل و P-A-G-E وأقار كابلاري فوكس وأموني سهلة سهلة نحفظ هاي عدنا موضوع جديد اللي هو الكروماتوغرافي ما أخذينه سوتك دكتور صباح شارحها كل جزيلا الكروماتوغرافي هي فالتقنية تستخدم لفصل مواد كيميائية معينة تمام؟ خلال توزيعها في وسطين أو فايسين فايس الاستانشناري فايس طور ثابت وطور متحرك هي تقنية فصل مواد كيميائية معينة من خلال توزيعهما في فايسين طبقتين أنواع الكروماتوغرافي ثمانية احنا نقدر اول شي شكلها paper chromatography tlc chromatography ال-pH chromatography وعدنا اللي هي العمودية وعدنا الجزئية وعدنا absorption وأكو وال-ionic exchange وجلت فلترايشن حيني احنا نستعملها ها ما تنقريه وال-anfinity وهي اللي هي ال-hp-lc اللي هي هم الضغط هذان الثمان أنواع بس تعداد يعني تجد لك عرف الكروماتوغرافي وأذكر خمسة من أنواعه فانت تكتبه تقنية معينة لفصل المواد من خلال انتشارهما في طبقتين شوفوا هاي الأشياء اللي تلقوها مكتوبة قبل ما يعني موجودة على السلايد من الأساس هاي يعني أنا نشتب لخصات هوية الدكتورة فعني كاتب عليها مهمة فهي يعني مهمة نحدد نوع ال-N-Loc Terminal شوفوا الطريقة اللي أثبت رح أثبتها بباركم أول واحدة رح نشتغل على ال-N Terminal بهين ثلاثة تمام؟ أول واحدة هاي اسمها ها الستركترات كلها مطلوبة شوفوا هاي الطريقة اسمها سانجر الولد كلكم تعرفون باريس سانجرمان مصحيحة ساي السانجر مثل سانجرمان بها مين هو؟ بها راموس راموس شنوه؟ فاد نوب فاد نوب فاد نوب وسيم اقصد خوشي العادي يعني هو خوش لاعوب تمام؟ فسانجر فاد نوب تدفع على الويامن وهي ال-N Terminal كل ال-N Terminal أماينو جروب في وسط ألكالاين ليش ألكالاين؟ لأن هي أساساً N وال-N هي قاعدية في ألكالاين الشي نطينا هي مو هاي فاد نوب فاد نوب الشي لل-F تبقى D وال-N هاي مو بي راح تصير P مشتقاتها مادة صفراء تمام؟ أول وحدة سانجر فاد نوب فاد نوب تنطينا مادة صفراء اللي هي اسمها TMP ومشتقاتها أهم مسألة أن هي تدفع على ال-N Terminal في وسط ألكالاين تمام؟ أنا مودلان سير قاسين شوية هسا هاي للبنات ديزني محنا نعرفها ديزني أول ما تشتغل ينطينا هي تشفد وميض حلو أصفر نجمة مدروا شنو يشتغل على الشاشة مو صحيح؟ فهايش اسمها دينزل تمام؟ هشانها ديزني دينزل تدفع على ال-N Terminal أما ينقرو مو صحيح؟ اشتنطيك وميض اسمها دينزل-Late & Terminal تمام؟ ديزني بها وميض منت بدت تشتغل هي تشفد شي حركة صفراء أو هي تشي فهذا الوميض اسمها نفسه اسمها دينزل-Late تدفع على ال-N Terminal العباد حيطفل حنكمل شحن حنكمل دراسة من الشاحنة تمام؟ هسا اخر شي صرفنا عليها انه هي الدينزل سوينا وميض وتشتغل ثالث نوع هذا مرض الطرفين ايدمان كل احنا نعرف ايدمان هذا قوي ولهو تشي فنتيجة انه هو ايدمان قوي الاسم مالت كلش طويل بواع الرسم على المود يبقى بالذاكرة هاي الفينول الايزو المتفرع هذا المتفرع الثاية الثاية هي هاي ال-N سميها الثاية باللاتينية معروف شنو والسيانيت يمكن هاي ال-S هي هاي دبلؤه هي هاي السيانيت اسمه فينول ايزو ثاية سيانيت يتفاعل بالالكالين يعني يقصد وي ال-N وينطينا مع وي ال-A terminal تمام ايدمان اسمه طويل نحفظه من خلال الرسم يتفاعل وي ال-N كملنا ال-N terminal هس راح نكمل وي ال-C مبدئيا السي كلش حبابه كلها اسمها كاربوكسيلي بيبتايد A و P و C اول وحدة تتفاعل و هي كل C terminal اللي نسوي ال-Hydrolysis تكسرها باستثناء ذنى الثلاثة هي مو اسمها اي فاسمها هاي الأغرانين و اخوها البرو مالتها يعني اثنيا اكيد اخوه يتعارك وي الشخص فهي مما تتذوب الأغرانين البرو مالتها الاخو ايضا ما راح تذوبها ما راح تقدر تسوي لتحطيب زيان و ال-Lyc زيان ذنى الثلاثة منو راح يشتغل عليهم هذا الثانية سي او واي واي اخر الأحرف فهو يأثر على كل شيء اقت اون اني يعني يأثر على اني C terminal تمام هاي التفاعلات الستة يمكن هذا ال-N انحدد شلون ندوب او نأثر على C terminal وال-N terminal النقطة الخامسة انه هاده ما ينقري بس هي نقطة الخامسة تنقري انو احنا نسوي فرقمي نيشن يعني نسوي تجزئة للبول ببتاين اول شي فصلناها ثاني شي كسرنا السيلفر ثالث شي حددنا الاماين واسده رابع شي كسرنا ال-N terminal وال-C terminal خامس شلال انو نسوي تجزئة بالبول ببتاين الحمد الله ما ينقري هو حتى لو ينقرحنا ما نقره الدكتورة تفتهم هاي ما تنقري الحمد الله هاي ما تنقري ها نقطة ستة انكلك نحدد التسلسل عن طريق هذا اللي هو اسمه ماس سيبرمار تاري المهم ام اس تمام ما ينقر الشرح ماته نقطة سبعة ها نسوي اعادة بناء لكل الاماين واسد احنا ما حطمناها قبل شوي نسوي الهن اعادة بناء لنحنا اساسا نريد الاماين واسد يروح للكبت تمام نسوي نسوي الاماين واسد والشرح ما ينقري الحمد الله هاي ما تنقري نقطة ثمانية نقطة ثمانية نحدد موقع الداي سيلفر الجسر مالتها يمكننا هاي و هاي هاي مرتبطب هاي عن طريق اس اس فنحدد الموقع مالتها بالتحديد اللي ينقر من هاي سلايد هاي الكلمة اللي هي باللون الاسود هي واتقولوا دكتورا." تمام ما اسمها الموقع مالتها موقع مالتها الموقع مالتها اسمها الموقع مالتها ممكن اتجيب لك وانت تكتب لها هذا أو ممكن لا؟ تمطقت تعريف مالتها وانت تكتب له هوا شنو التعريف مالتها شنوه يقلك انه عندك الكترو كروماتوغرافي خليت وياها البيار فرميك اسد قلنا هذا البيار فرميك اسد اللي سوينا اوكسيديشن للداي سيلفر موجود على فد ورقة وعرضتها الجو الكترو فورسيز شنو هو انت تقلها انه هي الكترو فورسيز دايجونال شوفوا هي اتكررت بها مرتين كلمة الكترو جرام الكترو فورسيز بها ثنين فأكيد استرف بها الكترو فورسيز دايجونال بها الحالة خلصنا النقاط الثمانية مال الاستراتيجية في تسلسل البوليبتايد البوليبتايد ايه بوليبتايد البروتين قصدي هسه مواضيع فراغات طن فراغات بانقوسيا بس كلها حلوة يعني معلومات عامة الامور الطبيعية للبروتين نورمال الطبيعي للالبومين ذكروا الابوم الصور الالبوم اللي نشتري مو بالموبايل بمن اربعة الى ستة جرام تمام الجلوبيلين من اثنين الى ثلاثة اجمعوا ذننا الثنين يطلع عنا التوتل البروتين في جسمنا تمام مصطلح كلنا نعرفه ان هو هايبر يصير عندك فد زيادة بالبروتين بالجسم هايبربروتيميا يعني يقول نسبة البروتين تكون مرتفعة سببين السبب الاول الجفاف نقول لك الجفاف هو شنوه هو انه كمية البروتين ما رح تتغير لكن نتيجة النقصان كمية المي يعني هو كمية البروتين نفسها اللي احنا نعرفها لكن ناقص المي فيبين لهم انه تركيز البروتين عالي تمام النقطة الثانية يقول لك يعني بسم الله خلال الاورام الخبيثة انه يصير زيادة بانتاج البروتين يعني خلال مثلا بمستوى الامانو جلوبيلين تمام هاي زيادة بالبروتين نتيجة انك جاف نتيجة تصير جفاف بالجسم يعني نخسر سوائل لنسبة البلازمة المي تكون قليلة بالبلازمة فيبين لهم ان البروتين عالي والثانية خلال الاورام الخبيثة تمام المصطلح الثاني اللي هو هايبو يعني عندك نقصان بالبروتين يعني نقصان بالبروتين وين نشوفه هو البروتين يعتبر احده مكونات الدم فمبدئيا واول شغلة لما يكون عندك نزف مو انت رح تخسر دم فمن تخسر دم رح تخسر البروتين فبالتالي تخسر كميات البروتين فيصر عندك نقصان فانا مسألة اثناء الاحتراق لان هو البروتين مثلا مثلا الكرياتين الموجودة بالجلد من رح تحترق الجلده مالتك حيحترق البروتين فيصر عندك نقصان بالبروتين ثالث مسألة مثلا اثناء الجوع الشديد انت ما رح تاكل اي اكلة بها اماينو اسد لان انت ما ماكل فما يدخل لجسمك اماينو اسد والاماينو اسد هو نفسي يسويه لتصنيع يلا يتحول البروتين فيصر عندك نقصان بالبروتين المسألة الثالثة النمرات الكليام نصر بها في الدخل المعين تبقى تطلع حتى الجزيئات الشبيرة هي المفوض ما تطلعها لكن هي رح تطلعها او الجزيئات الخطيفة تطلع حواليوريا من ضمنها هي الالبومين رح تخرج فيصر نقصان عندك بالبروتين اخر مسألة اخذوها قاعدة تقريبا اغلب الاشياء تصنع بالكبد فمن ضمن الاشياء اللي تصنع بالكبد هو مثلا الالبومين او الجلوبيلين الفوبيتا هذا اللي يصنع عن بالكبد فالكبد مني يصر بيفد مراض معين راح يعني يقلل الشغل مالته فبهاي الحالة ما يصنع لك البروتين وبالتحديد الالبومين هاي امور يقلل البروتين بالجسم نتيجة نزف المراض بالكلية المراض بالكبد احتراق جوعان كل هن سهلات هسه وين تصنع البروتينات مصنع ساعة نحجي عليها وانواحها وتصنيفها استخلي نعرف هي وين تصنع ذكرنا هاي المعلومة للماجر التصنيف هو باللبر بس ياش بيرو البومين والالبومين والالفا جلوبيلين والبيتا جلوبيلين اربع انواع كل اثنين اخوان قصير هنا جلوبيلين والثين البومين بس 1 الفا وبيتا و1 بير 1 موبيل هاي وين بالكبد تصنيع عملتها بالكبد النظام الشبكة الاندبلازمية الداخلية اللي هي متمثلة بالكبد والطحال وهاي نخاع العظم هاي يصنعون واي هاي تصنيع البروتين بالجسم خلصنا خلصنا زين سؤال شلون اتحقق من نسبة البروتين بالجسم نغار احنا 24 ساعة ساعة وفحوصات افنا ما شاء الله الزمن اتطور روح هاي يسمونها النخبة كل جزينين هسا شلون نتحقق من نسبة البروتين بالجسم احنا شايتنا طرق فيزيائية وطرق كيميائية وطرق بايولوجية وطرق امانية وطرق عن طريق الالكتروفورسز تمام يعني احنا مش ندرس مثلا كيميا وفيزيا وحياء وكهرباء حفظوها هيش مبدئيا الكهرباء الفيزيائية يعني تأثرنا على المظهر مثل الحرارة تمام الحرارة راح تتخنك البروتين وتقدر تعرف العدد مالتا ثاني ما اسألك كيميكال بس اقول كلمة كيميكال يعني اي ريجنت يعني فتكه واشف مثل بايرت ريجنت تمام ثاني شيء كهربائيا ولي احنا عرفناه اللي هو الايكتروفورسز والايزواليكترك فوكسينج بايولوجيكال عن طريق الانزايمات هو بس نقول كلمة حياتية او احياء داخل جسم الانسان فهو الانزايمات ومن خلال الانزايمات نقدر نعرف العدد مالتها ثانيا اني هي نعرف انه من ضمن اشياء الدفاع عن الجسم اللي هو القلوبيلين فعن طريق الاماني قلوبيلين اللي هي نفسها كلمة اماني قلوبيلين بس خلي كلمة اي وخلي جي وخلي ام وخلي اي حرف يجب بالك الكتبة يطلع صحيح تمام هاي مناعية من خلالها نقدر نتحقق او نحدد يعني حجم النسبة البروتين الموجودة بالجسم فيزيويا وكيميائيا وكهربائيا ومناعيا وبعد مدرشينيا نكمل طن الفراغات مبدئيا عدد البروتين بالجسم يعني المصنى خلال اليوم واحد هو من واحد الى اثنين يستخدمهم منواء المصر لان اثناء الحركة مالتنا 80 او 75 من الاماينو اسد يعاد استخدامها مرة ثانية مع عدد ذن الثانية اللي هو النيتروجين احنا متذكرون الاماينو اسد والنكلك اسد من ضمنها انه هي النيتروجينوس هاي ميصر الهشيف الصيرويست باعتبار ضمن المخلفات والكلوكوز والكيوتون هاي يستعملونها مرة ثانية يعني عندها استعمال غير شي تمام تقريبا اللي تخسره من جسمك يعني خلال اليوم الواحد هو من 30 الى 40 بروتين وبنفس الوقت معدل اللي لازم تاخذه باليوم من 30 الى 60 يعني تقدر تقول انه جسمك تقريبا ياخذ 15 بروتين والباقي يا اما يطلع يا اما يصنعه مرة ثانية نقل لك زايد من الاماينو اسد لا ينخزن ولا ينفرز تمام وانما يزال وين يزال هو مو اسمه اماينو في اسمها الترانس امونيشن هو هذا يزيله او عن طريق يسوي له اوكسيديتف ديمونيشن هي تجيب لك فراغ واحد اكتب هذا هاي فراغات كلها مهمة انو نسبة البروتين بالجسم يوم العادي ايش قد تستهلك ايش قد تصرف على هاي بالاساس شوف هاي قطب عليها مهمة مادر ليش مهمة بس ممكن بدكتورة قايلة شلون يتم افراز يعني الكطب باللازم الهدم مالتين تختلف هسا بالنسبة ان الجسمنا باعتبار تنفرز على شكل يوريا بالثديات بالنسبة للطيور يوريا تلق طبعا كين هي كلمة تلق 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 بس تختلف في البدالة يارك اسد هاي بالبيردو بالنسبة للفش هي امونو على شكل امونية تمام احنا حافظين او انو نعرف انو كل العناصر او الاملاح او الشيء المسؤول عن صرفها او حدثها من الجسم هي الكادني هاي من هي هاي اللي جزيئاتها صغيرون عمال اللي جزيئاتها تشبيرة لا هاي راح تخرج عن طريق الفوزز عن طريق الاخراج تمام يقلك يا باب جسم الانسان النيتروجين يعني اللي هم ضمن مكونة البروتين صار على شكل يوريا يوريا يعني مادة صفرية هيش تقريبا لا سجاد تمشي واي الدم تمشي واي الدم ياخدها الكبد يصناحها الكبد يفرزها مرة ثانية للكبد يصفيها ويعدلها هو الكادني ويشتغل الجسم هيش والحمد لله تمت محاضرات البروتين شكرا الحسنة انصاتكم اشتغل الجسم هيش والحمد لله